السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغلب العرب يا صديقي موجودين في المنطقة اللي هي ما بين الخليج العربي في الشرق والمحيط الأطلسي في الغرب والمنطقة دي بيطلق عليها اسم المنطقة العربية أو الوطن العربي وعدد العرب اللي موجودين في المنطقة دي أكتر من 453 مليون ده غير طبعا ملايين العرب اللي موجودين في أنحاء العالم وحوالي 90% من العرب مسلمين و6% مسيحيين و4% على ديانات ومعتقدات تانية فتعالوا النهاردة بإذن الله نعرف من هم العرب وإيه موطنهم الأساسي ومن هو أول عربي ومن هي أول القبائل العربية وهل فعلا اليمن واليمنيين هم أصل العرب وإيه هي الممالك والدول اللي أسسها العرب وإيه هي أشهر حروب العرب قبل الإسلام ومن هم أشهر فرسان وشعراء وعلماء العرب وتفاصيل تانية كتير بس بسرعة كده اشترك في القناة وفعل زر الجرس وأحلى كوباية شاي وركز معايا قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة سويسة كريه على العرب أن يصحوا وإذا قبلنا بقرارات الأمم المتحدة فلنقبل بتقسيم فلسطين وهذا ماذا يمكن أن نقبله أول حاجة لازم نعرفها إيه هو الموطن الأصلي للعرب بص يا صديقي العرب موطنهم الأصلي هو شبه الجزيرة العربية أو جزيرة العرب اللي بيحدها من الشرق الخليج العربي ومن الغرب البحر الأحمر ومن الجنوب المحيط الهندي أما من الشمال فحدودها عبارة عن خط وهمي بيمتد من خليج العقبة لحد شط العرب لكن ذكر المؤرخ جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ الإسلام أن الجغراف الإيطالي بليميوس قال أن الجزيرة العربية حدودها الشمالية هي جبال الأمانوس إلا على الحدود التركية وأن كل الأراضي اللي جنوب جبال الأمانوس هي تابعة للجزيرة العربية بالإضافة كمان لشبه جزيرة سيناء واتميزت الجزيرة العربية بأن أغلب أرضها صحراء وبجوها الحار بالرغم أن المياه بتحط بيها من ثلاث اتجاهات وعلشان كده هتلاقي أن أغلب العرب ما اشتغلوش في الزراعة لكنهم اشتغلوا فيه الرعي والتجارة وبسبب الجو الحار في الجزيرة العربية فبيه العرب بيلبسوا قطعة أماش علشان تحميهم من أشعة الشمس بالإضافة لعقال علشان يمسك قطعة الأماش من الأعلى طيب كده خلاصة صديقي إحنا عرفنا إيه هو الموطن الأصلي للعرب وإيه هي أول المهن اللي اشتغل فيها العرب وإيه السبب ارتداءهم للزي العربي وتعالوا دلوقتي نعرف ليه العرب تسموا بالاسم ده ويعني إيه كلمة عرب وهنا عندنا أكتر من رواية فبيقول الكاتب محمد سول تقوش في كتابه تاريخ العرب قبل الإسلام إن كلمة عرب مشتقة من الفعل يعرب واللي معناه يفصح الحديث أو فصيح اللسان فكان بيتقال على الشخص اللي بيتكلم كويس وفصيح إنه عربي اللسان لكن في رواية تانية بتقول إن العرب تسموا بالاسم ده نسبة لبلدهم العربات وعربة هي مكة وفي رواية تالتة إنهم تسموا بالعرب نسبة ليعرب ابن قحطان وبعض المصادر ذكرت إن قحطان هو ابن هود عليه السلام ونسب قحطان لهود عليه السلام عليه خلاف وحنتكلم على النقطة دي بالتفصيل بعد شوية المهم في رواية رابعة بتقول إن كلمة عرب مشتقة من كلمة سامية قديمة بمعنى الغرب ودي كانت بيطلقها سكان ما بين النهرين على الناس اللي موجودة في البادية اللي الغرب بأرضهم وأول مرة يذكر فيها كلمة عرب كان في نص أشور قديم عام 853 قبل الميلاد النص ده كان بيوصق معركة قرقر اللي انتصر فيها ملك مملكة أشور اللي كانت موجودة على عرض العراق اللي هو شلمانصر الثالث على ناصر بيرابدري ملك دمشق والتحالف اللي كان معاه واللي كان من ضمنه زعيم عربي اسمه جنديبو العريبي وطبعا في روايات تانية على ليه العرب تسموا بالاسم ده طيب كده يا صديقي احنا عرفنا ليه العرب تسموا بالاسم ده وإيه أول مرة زكر فيها كلمة عرب وتعالى دلوقتي نعرف مين هم العرب وإيه هو نسبهم وإيه هي أول قبائل العربية في التاريخ وعلشان تعرف الإجابة الكاملة لكل الأسئلة دي تعالى نجيب القصة من البداية زي ما احنا عارفين ان آدم عليه السلام وحوة هبطوا من الجنة للأرض والتقوا على جبل عرفات بمكة وبدأوا في الإنجاب وبدأت زرية آدم عليه السلام تزيد وكان كل أهل الأرض موحدين بالله بس بعد فترة بدأت الناس تنحرف ويعبدوا الأصنام فأرسل الله عز وجل للأنبياء والرسل لهدايتهم وكان من الرسل دول نوح عليه السلام اللي بدأ يدعو قومه لترك عبادة الأصنام وعبادة الله وحده لكنهم رفضوا فعقبهم الله عز وجل بالطفان اللي أباد كل البشر مع هذا نوح عليه السلام واللي رجبه معاه السفينة وبيقول ابن كثير في كتابه البداية والنهاية انه نوح عليه السلام خلف خمس أبناء وهم سام وحام ويافس وكانعان وعابر كانعان مات في الطفان لأنه كان مع الكفار وعابر مات قبل الطفان وتبقى معانا سام وحام ويافس والتلاتة دول هم اللي من نسلهم جه كل البشر لأن باقي الناس اللي رجبت السفينة مع نوح عليه السلام انقطع نسلهم واللي يهمنا في أبناء نوح عليه السلام التلاتة هو سام ابن نوح اللي خلف خمس أبناء وهم علام وأشور وأرفخشز ولوز وإرم واللي يهمنا في الخمسة دول هو إرم ابن سام ابن نوح اللي من نسلهم جه العرب الأصليين عن طريق عشر أبناء أسسوا عشر قبائل وهم قبيلة عاد اللي سكنت في الأحقاف والمنطقة دي موجودة ما بين حضر موت في اليمن وما بين عمان وقبيلة سامود اللي سكنوا في الحجاز وبالتحديد في المنطقة المعروفة حاليا باسم مدائن صالح وعندنا قبيلة العمليق اللي سكنت في بادية الشام وفي بادية العراق وقبيلة تصم وجديس اللي سكنوا في منطقة اليمامة والمناطق اللي حواليها وقبيلة أمين اللي سكنوا في وسط الجزيرة العربية عند تخوم الربع الخالي وقبيلة جاسم اللي سكنوا في البحرين وعمان وقبيلة عبيل اللي سكنوا في يسرب اللي هي المدينة المنورة حاليا وقبيلة جرهم الأولى اللي سكنت في مكة وقبيلة وبار اللي سكنت في اليمن والقبائل دي انقرضت أو تمت إبادتهم بسبب معصيتهم لله عز وجل وعدم اتباحهم للرسل والأنبياء زي قبيلة عاد وسمود اللي أرسل ليهم الله عز وجل نبي الله هود وصالح عليهما السلام أو انقرضوا بسبب البراكين والزحف الرملي اللي طغى على العمران وعلشان كده اتعرفوا باسم العرب البائدة وبرضو معرفين باسم العرب الأصليين ودول المعلومات عنهم قليلة ومتضربة طيب احنا كده خلاص عرفنا من هم العرب البائدة أو العرب الأصليين والسؤال دلوقتي طالما العرب دول تمت إبادتهم أمان العرب اللي موجودين حاليا اسمهم إيه بصوا صديقي مش كل العرب البائدة اختفوا لأن في ناس أنجاهم الله زي هود عليه السلام واللي آمنوا معاه وبتقول بعض المصادر أن من ناس لهود عليه السلام جه قحطان اللي راح على اليمن وملكها وخلف قحطان ابنه يعرب اللي بقي هو الملك بعد أبوه قحطان وبتقول بعض المصادر أن يعرب هو أول من تعرب لسانه وتكلم باللغة العربية ومن ناس له جه العرب العاربة اللي بيتم اعتبارهم أنهم هم أصل العرب اللي موجودين حاليا بس في مصادر تانية بتقول أن الرواية دي مش صحيحة وأن في رواية تانية على مين هم أصل العرب اللي موجودين حاليا وحنتكلم عليها بعد شوية المهم العرب العاربة أو عرب الجنوب أو القحطانيين أو اليمنيين اتفرع منهم قسمين كبار وهم كهلان وحميار فمن كهلان جات قبيل الطي وهمدان ولخن وكندا ومن حميار جات قبائل قضاعة وكلب وتنوخ وكل قبيلة من القبائل دي اتفرعت لقبائل وأفخاز وبطون طيب احنا كده خلاص عرفنا أن طبقا للرواية الأولى أول عرب هم العرب البائدة ودول هلكوا وبعدهم جه العرب العربة اللي بعض المصادر قالت أنهم من نسل قحطان ابن هود عليه السلام وأن دول هم أصل العرب اللي موجودين حاليا وده طبعا طبقا للرواية الأولى وتعالى نكمل قصتنا فعلى النحية التانية وبالتحديد في مدينة أور في بلاد ما بين النهرين اللي هي العراق حاليا كان ظهر ابراهيم عليه السلام وبعد أحداث كتير راح ابراهيم عليه السلام وزوجته السيدة سارة لفلسطين وبرضو بعض مرور فترة وأحداث كتيرة اتجوز ابراهيم عليه السلام من السيدة هاجر اللي خليفت لي سيدنا اسماعيل عليه السلام وراح سيدنا ابراهيم خد ابنه اسماعيل عليه السلام والسيدة هاجر وراح على مكة في مكان لا فيه ماء ولا أكل لكن بمعجزة إلهية ظهر للسيدة هاجر عين من الماء اللي هي معروفة حاليا باسم بئر زمزم وفي الوقت ده كانت قبيل جرهم الثانية اللي هي من العرب العاربة اللي هاجرت من اليمن وراح تعاشت في وادي قريب من وادي مكة شافت ان في طيور بتحوم على المكان اللي موجود فيه بئر زمزم فشكوا ان المكان ده في ماء فاخدوا بعضهم وراحوا عاشوا هناك مع السيدة هاجر وابنها اسماعيل عليه السلام وتربى سيدنا اسماعيل مع قبيل جرهم الثانية وتعلم منهم اللغة العربية ومن نسل اسماعيل عليه السلام جات الطبقة التالتة من العرب بعد العرب البائدة والعرب العاربة وهم العرب المستعربة وتسموا بالمستعربة لان اسماعيل عليه السلام تم تعريب لسانه على ايد قبيل جرهم المهم من نسل اسماعيل عليه السلام جه عدنان اللي من نسله جه نزار ونزار خلف اربع ابناء وهم ربيعة ومضر وإياد وأنمار ومن نسل ربيعة ومضر جيح أغلب العرب المستعربة فمن نسل ربيعة جات قبائل بكر وتغلب ومن مضر جات قبائل قيس اللي تعرفوا بالقيسية وقبائل تميم وهزيل وكنانة وقبيلة قريش اللي منها الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب المستعربة لهم أسماء تانية كتير زي عرب شمال الجزيرة العربية والحجازيين والعدنانيين نسبة لعدنان اللي قلنا أنه من نسل إسماعيل عليه السلام وكمان لهم أسماء تانية زي النزارية اللي هم من نسل نزار حفيد عدنان والقيسية اللي هم من نسل قيس حفيد نزار طيب احنا كده خلاص عرفنا الطبقات التلاتة اللي جيه منهم العرب وهم العرب البائدة ودول هلكوا والعرب العربة اللي هم القحطانيين أو اليمنيين اللي من نسل قحطان اللي قالت عليه بعض المصادر إنه من نسل هود عليه السلام والعرب المستعربة اللي هم العدنانيين الحجازيين اللي من نسل إسماعيل عليه السلام ووفقا للرواية دي فاليمن اللي منها قحطان هي أصل العرب لأن كل العرب اللي موجدين حاليا هم لا إما من العرب العربة اللي هم القحطانيين اليمنيين أو العرب المستعربة اللي هم العدنانيين الحجازيين بس في رواية تانية بترفض الكلام ده وبتقول إن قحطان وابنه يعرب هم من ناس لإسماعيل عليه السلام وإن إسماعيل عليه السلام هو أول من تكلم اللغة العربية وبالتالي يبقى العرب العدنانيين الحجازيين هم أصل العرب اللي موجودين حاليا وده اللي قالوا ابن حزم الأندلسي وأكد عليه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قالوا لقبيلة أسلم وبعض الأنصار فقال لهم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وبما إن قبيلة أسلم والأنصار هم قبائل يمنية فطبقا الحديث ده يبقى قحطان وابنه يعرب من ناس لإسماعيل عليه السلام وبالتالي يبقى العرب العدنانيين الحجازيين هم أصل العرب اللي موجودين حاليا لكن العرب اليمنيين القحطانيين قالوا إن الحديث ده كان موجه لقبيلة أسلم وقبيلة أسلم زي ما ذكر ابن خلدون هي من مضر ومضر زي ما قولنا قبيلة عدنانية حجازية مش يمنية وبالتالي بيأكدوا على كلامهم بأن قحطان مش من ناس لإسماعيل عليه السلام لكنه من ناس لهود عليه السلام المهم يا صديقي الجدال ما بين العرب القحطانيين اليمنيين والعرب العدنانيين الحجازيين استمر ولسه مستمر وكل فريق بيحاول ينسب لنفسه إنه هو أصل العرب وطبعا في تأسيمات تانية للعرب فبعض المؤرخين قسم العرب لطبакتين وهم العرب البائدة ودول هلكوا والعرب الباقية ودول عبارة عن قسمين عرب جنوب الجزيرة العربية اللي هما القحطانيين اليمنيين وعرب شمال الجزيرة العربية اللي هما العدنيين الحجازيين وفي تأسيم تالت العرب اللي وضعوا ابن خلدون وأسم فيه العرب لأربع طبقات الطبقة الأولى العرب البائدة يسمىهم العرب العربة الطبقة الثانية وهي العرب المستعربة اللي هم القحطانيين اليمنيين والطبقة الثالثة هم العرب التابعين ليهم اللي هم العرب العدنانيين الحجازيين والأوس والخزرج والغساسنة والمنازرة والطبقة الرابعة هم العرب المستعجمة ودول اللي دخلوا في حماية ونفوز الدولة الإسلامية بعد الإسلام وخلاص اللي فات ان العرب بيتم تقسيمهم لطبقات واشهر التقسيمات دي هو تقسيم العرب لتلات طبقات وهم العرب البائدة والعرب العربة والعرب المستعربة وعرفنا كل طبقة من الطبقات دي وتعال دلوقتي نتكلم عن لغة العرب فالعرب قبل اللغة العربية الفصحة كانوا بيتكلموا بلهجات ولغات تانية فعرب الجنوب اللي هم اليمنيين كانوا بيتكلموا به السبائية والحميارية والمعينية والقطبانية اما عرب الشمال اللي هم في شمال الجزيرة العربية فاتكلموا بالسامودية واللحيانية والصفائية والديدانية وكان الخط المستخدم في الكتابة هو الخط المعروف باسم خط المسند وبعده ظهر خط تاني وهو خط الجزم طيب لحد هنا يا صديقي احنا عرفنا طبقات العرب بمختلف تأسمتها وعرفنا الخلاف اللي ما بين القحطانيين اليمنيين وما بين العدنيين الحجزيين على منهم أصل العرب وكمان عرفنا اللغات واللهجات العربية الأديمة وتعالى دلوقتي نعرف أشهر الديانات والممالك اللي أسيسها العرب وأشهر قروب العرب وأشهر الفرسان والشعراء والعلماء في تاريخ العرب بص يا صديقي بعد ما استقرت قبيل الجرهم الثانية في مكة اتجوز منها اسماعيل عليه السلام زوجته رعلة الجرهمية وخلف منها 12 ابن وبعد اسماعيل عليه السلام بابنه نابت هو اللي بيحكم مكة وبعد نابت بيت قبيل الجرهم هي اللي بتحكم مكة لكن بعد فترة طغت وتجبرت فراحت قبيلة بنو بكر وقبيلة خزاعة اتحلفوا ودخلوا في حرب مع قبيلة جرهم وقدروا انهم تردوا قبيلة جرهم من مكة وبيت قبيلة خزاعة هي اللي بتحكم مكة وكانت مكة على ملة التوحيد ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لحد ما راح زعيم قبيلة خزاعة عمر ابن لحي دخل الأصنام لمكة ونشرها في الجزيرة العربية ومن وقتها انتشرت عبادة الأصنام والأوسان بشكل كبير في الجزيرة العربية لدرجة أن الحرم المكي لوحده كان فيه حوالي 360 صنم وكان أشهر الأصنام دي هو هبل واللات والعزة ومناع وأغلب سكان الجزيرة العربية بقيوا بيعبدوا الأصنام والأوسان مع وجود ديانات تانية زي اليهودية والمسيحية وغيرها واستمر الوضع على كده لحد ما دخلت قبيلة قريش فحرب مع قبيلة خزاعة وسيطرت قريش على حكم مكة وفي قريش اتولد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاه انتشر الإسلام في كل الجزيرة العربية وبيه هو الديانة الأولى في جزيرة العرب وحاليا حوالي 90% من العرب مسلمين و6% مسيحيين و4% بيعطنقوا ديانات تانية طيب احنا دلوقتي عرفنا ايه هي الديانات والمعتقدات اللي اعتنقها العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام وتعالى دلوقتي نعرف ايه هي الممالك والدول اللي أسسها العرب العرب يا صديقي أسسوا ممالك ودول كتيرة كان أولها مملكة معين في اليمن ومملكة حضرموت ومملكة قطبان وأوسان وسبق وحمير وفي شمال الجزيرة العربية ظهرت ممالك ودول عربية زي مملكة كندة وميسان والحضر والرهى والأحيان والأنباط والمنازرة والغساسنة وإمارة سنجار وحمص أما بعد الإسلام فالعرب كانوا هم النواة الأساسية لدولة الخلافة الراشدة والدولة الأموية وبعدها الدولة العباسية طيب احنا دلوقتي عرفنا ايه هي أشهر الممالك والدول اللي أسسها العرب وتعالى نعرف ايه هي أشهر الحروب اللي خضها العرب قبل الإسلام فمن أشهر حروب العرب حرب البسوس اللي كانت عام 494 تقريبا ما بين قبيلة بكر وقبيلة تغلب وكان سبب الحرب دي أن كوليب اللي هو زعيم قبيلة تغلب أتى الناقة أحد جيران البسوس والبسوس هي خالة جساس اللي هو واحد منذ عاما قبيلة بكر فاشتعلت الحرب ما بين القبيلتين بكر وتغلب واستمرت الحرب دي حوالي أربعين سنة وتاني أشهر حروب العرب هي حرب داحس والغبراع اللي كانت تقريبا عام 568 ميلادية ما بين قبيلة عبس وقبيلة زبيان وكان سببها أن قبيلة زبيان كانت هي المسؤولة عن حماية قوافل حجاج مملكة المنازرة اللي كانت بقيادة النعمان ابن المنزر وفي يوم الأيام اتسرقت قافلة من القوافل التابعة للنعمان ابن المنزر فقرر النعمان يخلي قبيلة عبس هي اللي تحمي القوافل بدل قبيلة زبيان وطبعا الكلام ده أغضب قبيلة زبيان فقرروا أنهم يروحوا لقبيلة عبس علشان يشوفوا حل وفي اليوم اللي وصل فيه وفد قبيلة زبيان كان بيتأمل سباء للخيل في قبيلة عبس فاتفق الطرفين قبيلة عبس بقيادة أمرها قيس ابن زهير وقبيلة زبيان بقيادة أمرها حزيفة ابن بدر على أن القبيلتين هيشاركوا في السباء ده بخيل تابع ليهم والخيل بتاع القبيلة دي اللي حيفوز في السباء هيبقى قبيلته هي اللي مسؤولة عن حماية القوافل التابعة للملك النعمان فشاركت قبيلة عبس بخيل اسمه داحس وقبيلة زبيان بخيل اسمها الغبراء وخلال السباء قدرت قبيلة زبيان أنها تستخدم حيلة على طلب بيها الخيل التابع لقبيلة عبس وانتصر في السباء ده الخيل التابع لقبيلة زبيان لكن قبيلة عبس اكتشفت الخدعة اللي نفذتها قبيلة زبيان فاشتعلت الحرب ما بين القبيلتين واللي استمرت برضو حوالي أربعين سنة وبرضو من أشهر حروب العرب هي الحرب اللي تعرفت باسم حرب يوم زيقار اللي كانت ما بين العرب والامبراطورية الفارسية وكان سببها هو الخلاف اللي اشتعل ما بين النعمان ابن المنزر ملك دولة المنازرة وما بين كسرة امبراطور فارس لأن النعمان رفض أنه يزوج بنته لكسرة وده أغضب كسرة فقرر النعمان أنه يروح لكسرة بحيث أنه يشوف حل يرضي به والمشكلة تنتهي وقبل ما يروح النعمان لكسرة رح خلى كل أملاكه وأهله من النساء والأطفال أمانة عند هاني ابن مسعود اللي هو زعيم قبيلة بنو شيبان اللي هي تابعة لقبيلة بنو بكر ولما وصل النعمان عند كسرة راح كسرة أتله وأمر هاني ابن مسعود أنه يبعت له أملاك ونساء النعمان لكن هاني ابن مسعود رفض أنه يخون الأمانة ومرضي شبعتهم لكسرة وده أغضب كسرة اللي راح بعد جيوشه اللي اشتبكت معه بنو شيبان ومعه القبائل اللي اتحالفت معاهم علشان تبدأ معركة زيقار اللي انتصر فيها العرب انتصار صاحق على الفرس وطبعا كانت فيه حروب تانية للعرب وتعالى دلوقتي نعرف مين أشهر فرسان العرب فمن المعروف أن العرب كانوا مشهورين بالفرسية والشعر فمن أشهر فرسان العرب قبل الإسلام ربيعة ابن مجدم وبسطام ابن قيس وعنطرة ابن شداد وعمر ابن ود وغيرهم أما بعد الإسلام فعداد مهولة زي علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وحمزة بن عبد النطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم كتير وكان من أكتر اللي ميز العرب عن بال أمم هو الشعر فكان العرب عندهم شعراء كتير فمثلا قبل الإسلام كان عندهم امرو القيس وعمر ابن كلسوم والنبغة الزبياني والأعشى وزهير ابن أبي سلمة وطرفة ابن العبد وغيرهم كتير أما بعد الإسلام فحسان ابن سابت وكعب ابن زهير وجرير والفرصدق وأبو الطيب المتنبي وغيرهم وزي ما كان في العرب فيه فرسان وشعراء كتير كان برضو فيه علماء كتير زي يعقوب الكندي وابن باجة وابن البطار والمقريزي وأحمد الإدريسي وغيرهم واشتهر العرب بعدد من الصفات زي القرم والسخاء والزكاء والفطنة والمروءة والصدق وحب الحرية وكره الزل لكن برضو كانت منتشرة بعض العادات السيئة عند بعض العرب مش كل العرب زي وقد البنات يعني قتل البنات لأنهم كانوا بيخافوا أنهم يقعوا في الأسر بسبب الحروب اللي كانت مشتعلة ما بين القبائل وبردو كانت منتشرة بعض العادات السيئة زي نكاح الاستبداع ونكاح المضامضة وغيرها من العادات اللي قضى عليها الإسلام شاركونا برعيوكم في التعليقات وقلونا عايزين الحلقات اللي جاية تكون عن إيه وبإذن الله هنزل التعليقات دي في نهاية الفيديو اللي جاي ولو شايفين ان الفيديو ده أضف لكم معلومة جديدة اعملوا عجاب للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم شعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته